اهلا بيكم شبابا كيف الحوال معاكم السابق اليوم نسوي انبوكسنج حق ال MSI Prestige 15 وايد متحمس ارويكم هاللابتوب ذي في انتل جيل العاشر وفي مواصفات حلوة وشكله مميز واشياء وايد عجيبة لكن قبل ان نبتدي خلي نبطل الكارتون نشوف شو الاشياء اللي موجودة داخله اول شو عندنا شنطة مع اللابتوب الشنطة وايد 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 حلوة واتمنى كل الشركات تتخلي شنط حلوة مع اللابتوبات اللي سعرها اكثر من 5000 ريال لان انت دافع سعر عالي في اللابتوب تستهل انك تستلم على الاقل شنطة حلوة نفس هالشنطة دي عندنا الكارتون ثاني هنا الكارتون في محول الكهرباء محول الكهرباء حجمه شوي عود مو بضخم نفس اللابتوبات الجايمينج ولا صغير كلش نفس الالتربوك العادي وعندنا بعد ادابتر اضافي حق اللابتوب بعدها شي ويت حلو ان يزيدونه مع اللابتوبات ادابتر اضافي عشان تستخدم اليو اس بي سي وتحصل منافذ اضافية لللابتوب موجود مع اثنين يو اس بي ثري واحد اس دي واحد مايكرو اس دي التي اف ولان ادابتر مو موجود مع الاتش دي اماي ليش لان الاتش دي اماي اردي موجود على اللابتوب وطبعا الصوب الثاني منه يتوصل باليو اس بي سي حاطين معلومات الضمان بعد وانك تتواصل مع شركة امي ساي اذا عندك اي مشاكل بعدين عندنا اللابتوب هني نخليه على صوبة حين شويه موجودة بعد عندنا كتيبات اضافية عن استخدام اللابتوب هالي يوم كل شي اونلاين مايحتاج بس بعد موجود وياذه تحتاجه استخدمت اللابتوب احين تقريبا لمدة سبوعين بعد هالمقطع الاول اللي شفته من الانبوكسنج وجربته وايد 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 استمتعت في تجربة اللابتوب في وايد اشي عجيبة لكن طبعا نفس اي جهاز في عيوب فمتكلم عن الاشيه الايجابية وبنتكلم عن الاشيه السلبية اللي موجودة في اللابتوب لكن اول شي خلنتكلم بشكل سريع على المواصفات الجهاز في معالج من شركة انتل الجيل العاشر الجيل العاشر ما نزل على الدستك توب لحد الان بس نزل على اللابتوب وفي طرازين من الجيل العاشر فالنسخة الاحدث من الانتل للجيل العاشر تكون 10 نانوميتر والنسخة الاقدم تكون 14 نانوميتر انتل خلوا جرافيكس اقوى داخل المعالج اللي من طراز الى 14 نانوميتر لكن انا موجودة جرافيكس كارد في هاللابتوب وابي شي معين كنت من الجيل العاشر حق انتل وهو معالج ال 10 710U في 12 ثرد 6 كور يعني بروفورمانس خرافي حصلت من اللابتوب صراحة عن حق تحرير الفيديوهات وحق الشغل بروفورمانس خرافي على لابتوب استهلاك طاقته وايد قليلة فانا انصح اللي قاعد يدور اقوى بروفورمانس باقل استهلاك البطارية والطاقة يشوف الانتل 10 710U الجيل العاشر المعالج الفريقونسي ماله مبوايد عالي 1.1 جيجا هرتز على كل الكورس معناته مبوايد عالي لكن لانه في 12 ثردز ووايد من التطبيقات بتستفيد من هاي الشي لكن اذا تحتاج سرعة تيربو يوصل 4.7 جيجا هرتز سرعة وايد عالية في التيربو وطبعا فيه المعالج جرافيكس داخله لكن مبوايد قوي نفس ما قلت لكم اذا تببون معالج فيه جرافيكس داخله يكون اقوى روحوا حق الانتل الجيل العاشر من حجم العشرة نانوميتر مو الـ 14 نانوميتر اللابتوب اردي موجود فيه جرافيكس 1650 ماكس كيو معناته مرة ثانية على هالحجم بروفورمانس خرافي بيكون في هاللابتوب نفس ما بنشوف عقب شوية فيه نسختين من هاللابتوب مع شاشة 4K وبدون شاشة 4K نسخة 4K بعدتي معاها 32 جي بي رام وترابايت كامل من الـ SSD ونوع سريع بعد من الـ SSD الشاشة حجمها 15.6 بوصة 4K نسمو قلنا ولهم من شدي دقاتها 100% RGB و100% Adobe RGB يعني الدقة ممتازة ممتازة حق الوارد من اللي يستخدمون الفوتوشوب او اللي يحبون التصوير او اللي حررون الفيديوهات نفسي انا طبعا لان المعالج من نوع الـ U عادة تكون هالمعالجات في اللابتوبات اللي اخافوا اصغر قلنا هاللابتوب وايد خفيف بالضبط وزنه يكون كيلو و700 جرام وفقط 16 مليمتر من ناحية الارتفاع وايد خفيف وايد اضعيف اللابتوب في نسخة من هاللابتوب اسمها MSI Prestige 14 الشاشة تكون اصغر 14 بوصة المعالج نفسه الجرافيكس نفسه معناه اذا قعد دور اصغر لابتوب في اقوى بروفورمانس احتمال ذاك اللابتوب يكون مناسب لك وايد الـ Prestige 14 لكن فيه تشام عيب اولها من ما فيه الا NVMe واحد ثاني شيء الرام ما تقدر تبدله معناه الرام ما يتبدل بس اذا خليت مثلا خلينا نقول 16 جي بي فيه خلاص ما تقدر تبدله تخلي 32 جي بي التبريد يكون عليه اقل من هاي وطبعا الشاشة تكون اصغر يعتمد على انت شنة ابي انا بغيت اكبر شاشة واحلى بروفورمانس واخف لابتوب فخليت هاللابتوب ذي معالج 107 10U مع ال 1650 Max Q من انفيديا يعطيك بروفورمانس خرافي حق الاستخدام اليومي بغير شي دي بعاد تطبيقات تحرير الصور تطبيقات تحرير الفيديو اي شيء لا علاقة بالشغل اللابتوب ذي بيسويه بكل سهولة بغيت قارن قوة اداء هاللابتوب ذي في تحرير الفيديو نسبيا الى تجميعت الرئيسية واللي فيها i9 9900K والجي تي اكس تن اي تي تي اي خذيت فيديو 4K سويت رندر على الجهازين على هالجهاز خذ بالضبط 12 دقيقة وعلى تجميعت الرئيسية خذ 9 دقائق و 54 ثانية طبعا فارق دقيقتين فارق عود بينهم لكن قارن لابتوب خفيف واستهلاق طاقته غليل بالنسبة لتجميعة كمبيوتر يعني ما يصير تقارن هاي الشيين مع بعض بس انا بغيت ارويكم قوة اداء هاللابتوب في تحرير الفيديو بالنسبة لالتجميعة الرئيسية طبعا وقت تحرير الفيديو هاي سرعتها وايد ابطأ يعني مثلا تشغل الفيديو تب تشوفي شون كل شي على التايم لاين تحسن فيه شوية لاك طبعا بالنسبة لالتجميعة الرئيسية اللي عندي الى i9 مع الجي تي اكس تن اي تي تي اي لكن في الرندر تايم يعني انا حس فرق دقيقتين ما بيأثر علي ايان شخصيا اه يمكن الفرق الاكبر من ناحية التحرير على التايم لاين اه يصير لاقي شوية هني نسبيا للتجميعة الرئيسية لكن اذا انا مسافر يعني هاللابتوب اكيد بستخدمها حك كل تحرير الفيديوهات اللي موجودة عندي وهاي الفكرة ان انا بستخدم هاللابتوب حك تحرير الفيديو وانا مسافر وانا طالع مثلا وانا في كوفي شوب استخدم هاللابتوب حك تحرير كل الفيديوهات بننتقل الحين للبروفورمانس حق الالعاب وبعدم نتكلم عن اللشة اليجابية والسلبية في اللابتوب اول شي من جانب لعبة مورتل كومبات 11 خليت كل الاعدادات اعلى شي ما عاد الانتي اليسينك طفيته وشي ثاني اللايتينج من الهاي خليته للميديوم باقي الاعدادات كلها اعلى شي بس اللايتينج فارق بين هاي والميديوم بتلاحظ لكن صعب انك تلاحظه ويالحركة السريعة في اللعبة والجرافيكس ما بيشد على الهاي شي صير معظم الاحيان 60 فريم في الثانية لكن بعض الاحيان يوصل لالعشرين لما تكون الكاميرا اقرب للشخصيات فما ينفع هاي الشي فخليت على الميديوم وبعدين تاني تي بي لان المستحيل المستحيل بتلعب 4K على هاللابتوب بس تاني تي بي انفع على هاللابتوب برويكم حين لبرفورمانس شون يكون يعني لاحظ ساعات يعطيك هني 59 فريم ساعات المنمم يصير 80 فريم بس ما حسيت بلاق قوي مع هالاعدادات اذا خليت على الهاي احس باللاق لما الكاميرا تكون اقرب للشخصيات ننتقل للعبة Gears of War 5 اللي حس هوايد لعبة مناسبة عشان نجرب اللابتوب دي لعبة حديثة فيها وايد اعدادات تقدر تسويها خلط بين الالترا وبين الهاي ما خليت شي انسان لانه مستحيل استحمل اللابتوب الانسان لكن في وايد اعدادات في الالترا وفي الهاي كلها يعطيني تحذير ان اللابتوب ما بيحتمل هاي الشيء لكن في النهاية نشوف انه في البرفورمانس حصان البرفورمانس وايد حلو وبشيغلكم للبنشمارك حين وانتو تشوفو حكمة بنفسكم البرفورمانس ممتاز بمعدل 57 فريم طبعا معظم الوقت الجرافيكس هو اللي قعد يحد من الاداء مو من المعالج وهاي شيء طبيعي لان المعالج تولف ثرد اكثر من كفاية لهاللعبة دي حسبت البوتوم 5% تعطيك اقل 5% من الاداء كان في حدود 46 فريم معناتها بالنسبة لي اداء مناسب ما بتحس بلاق وانت تلعب ننتقل للعبة مورو مورفير اعدادات على الهاي بعض الاعدادات قللتها لي الميديم عشان احسن من الاداء الريزولوشن طبعا 1080p اول شيء ايجابي في هاللبتوب انه وايد وايد وزنه خفيف وايد ضعيف فهتقدر تشيل اوياك في الشنطة وزنه وايد اخف من اللابتوبات الثانية الجيمينج اللي وزنه يكون تقريبا كيلوين وطالع هاي وزنه كيلو 700 جرام فرق عود خاصة بعد ان الشاحن حجمة وايد اصغر من الشواحن اللي تحصلها مع لابتوبات الجيمينج الشيء الثاني ان اللابتوب يشحن باليو اس بي سي يعني تقدر تستخدم نفس الشاحن اللي موجود فيا اللابتوب حق تلفونك حق كل جهزتك وفي نفس الوقت بعد حق اللابتوب وبعد غير تشديد تقدر تستخدم الباوربانك عشان تشحن اللابتوب به والشيء اللي بعد احبه في اللابتوب دقة الشاشة والالوان الروعة اللي موجودة عليه بشكل عام حسيت ان جودة اللابتوب زينة مو بممتازة ممتازة احسن شي بس جودته وايد زينة نسبيا لسعره بعاد اللي متكلم عن نعقه شوية في قارع البصمة انا احب قارع البصمة في اللابتوب بيكون موجود اكثر من الكاميرا في هالفيس اي دي او هالتقنيات احب ان في قارع البصمة واستخدمها دائمان حق اللوغين واخر شيء سعره سعره 1800 دولار يمكن واحدة وانا مقولون 1800 دولار وايد سعره غالي لا مغالي اذا تطالع سعر الماك بوك وتطالع سعر اللابتوبات اللي تحاول تنافس هاي اللابتوب دي تشوفنا سعرهم 2000 دولار وطالع هاي سعره فقط 1800 دولار وهي نسخة الفور كي 32 جي بي رام والوان تيرابايت اس اس دي اذا تب نسخة ارخص موجودة نسخة التني اي تي بي اللي فيها 16 جي بي رام وفيها استوريج اقل حم نتكلم عن اللشة الجايدة في اللابتوب مو بالممتازة بس انها اوكي بطارية اللابتوب مو نفس الماك بوك ان تكون بطارية خلنقول 11 ساعة 15 ساعة توصل لا البطارية خلنقول 7 لتسع ساعات معنات على ادائها خلنقول بطارية وايد ممتازة لابتوب لكن طبعا مو عطول بطارية بتحصلها في السوق اللابتوب نفس ما شفنا يسوي جيمينج على الميديم على الهاي بعض الالعاب اللي اقدم يمكن على الالترا واللي تكون اخاف على التني تي بي معنات اللابتوب مناسب للجيمينج لكن مو مصمم للجيمينج الكيبورد اوكي مو احسن كيبورد ولا كيبورد سيء يعني استمتعت انها سوي علي تايبينج بس مو احسن كيبورد موجود صوت اللابتوب بعد اوكي يعتمد على اللي قاعد تسويه مثلا حين ما لا وايد صوت بس مثلا اذا تلعب الالعاب طبعا اللابتوب المروحة بترتفع صوتها شوية لحنا حس صوت المروحة اقل من اللابتوبات الجيمينج بوايد لكن العيب الوحيد في هاللابتوب ان المراوح ما تنطفي دايما تكون شغالة فاذا انت حساس لصوت المراوح لا تتوقع ان هاللابتوب المروحة بتكون طافية طول الوقت وتشتغل بعض الاحيان لا تكون شغالة طول شي ثاني زين في اللابتوب انه موجود فيه الثاندر بولت معناه اذا تبت تركب جرافيكس كارد خارجي عشان تلعب جيمينج تقدر توصل جرافيكس كارد خارجي خلي نقول جي تي اكس تونتي اي تي مثلا توصله باللابتوب دي وتلعب ألعاب بيعطيك كوايد اقوى من الجرافيكس اللي موجود داخل اللابتوب فعذا انت من الجيمينج اللي يببون يستخدموهن الاكسترنل جي بيو تقدر تستخدموهن الاكسترنل جي بيو مع هاللابتوب دي السماعات يعني خلي نقول اوكي اقرب للسيئ ما بيقول حتى اوكي حم نتكلم عن الاشياء السيئة في اللابتوب الريسبونس تايم على الشاشة سيئ جدا يعني درجة ان عورني قلبي لما شفت الشاشة واداءها حق الجيمينج كان اكثر شي حد من هاللابتوب انه يكون لابتوب مناسب لالجيمينج ان الريسبونس تايم على الشاشة وايد سيئ فلما تحرك شيء على الشاشة تلاحبنا دايما في شيء وراه يتحرك مزعج تحسنه كأنه فيه لاق في الشاشة يعني ما نصح الشاشة دي حق الجيمينج دقاتها وايد حلوة الوانها وايد حلوة لكن الريسبونس تايم فيها وايد 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 سيئ يعني ما قلع اقول لكم مقبول سيئ البروفولمس وايد سيئ من ناحية الريسبونس تايم الشاحن اللي موجود مع اللابتوب 95 وات معناته اذا المعالج قايحاول يستهلك كل طاقته وفي نفس الوقت الريسبونس تايم يستهلك كل طاقته ما بتقدر تسوي هاي الشيء بيصير عندك power limit والمعالج مثلا بيقل في سرعته او الجرافيكس بيقل في سرعته لكن اذا بتستخدم بس المعالج بروحة تقدر توصل ليه 45 وات مثلا والجرافيكس بعد اذا بتستهلك كل طاقته ما في مشكلة تقدر توصله على كل طاقته لكن اذا تبي تستخدم المعالج والجرافيكس في نفس الوقت المحول ما بيسمح لك انك تسوي هاي الشيء حرارة اللابتوب وايد عالية هاي من اللشة السلبية اللي في اللابتوب حرارته وايد عالية حس حل التبريد هني مب كفاية ملخص هاللابتوب لابتوب ممتاز 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 للشغل انصح فيه مليون بلمية حق الشغل خاصة ان سعره وايد ارخص من الXPS والماكبوك اللي سعارهم فوق ال2000 دولار وطالع اذا تبي مواصفات تشابه المواصفات اللي موجودة هني هاي سعره فقط 1800 دولار فهاي كان مراجعة MSI Prestige 15 لابتوب للشغل ويسوي gaming على الخفيف واخر شي بغيت اقول لكم لا تنسون تشتركون في القناة لان هاي الشي وايد بساعدني موسيقى